وكل الجزائرين تساؤلوا في الأوينة الأخيرة عرفنا موجة حر هي غير موسمية يعني هذا يقود الكثير من الجزائرين للتساؤل لماذا في هذا الموسم بالتحديد نسجل ارتفاع في درجات الحرارة الإجابة عندك تفضلينا وان مجد الأجواء حر نعم شهدتها أغلب المناطق الشمالية هذا بفعل بسبب تواجد طيارات هي جنوبية إلى جنوبية غربية كانت محملة بأهواء الساخن بالنسبة لحالة التقصى ظاهرة اليوم تبقى دائما الأجواء مستقرة لكن حر نسبيا هذا على معظم المناطق الشمالية للوطن لكن احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة واخر النهار بالمرتفعة الداخلية الغربية والوسطى بالنسبة للرياح راح تصل إلى 30 كم في الساعة هذا على كل الشمال الجزائري على المناطق الجنوبية تبقى الأجواء دائما غائمة مصحوبة بأمطار أحيانا رعدية على السورة حتى بالجنوب الغربي لكن يبقى التقصى مستقر ومشمس على العموم بباقي المناطق الجنوبية مع حركة رياح تصل إلى 40 كم في الساعة تؤدي لتطير للرمال ورداء في الرؤية هذا على معظم المناطق الجنوبية للوطن درجات الحرارة المرتقبة ظاهرة اليوم تبقى دائما درجات حرارة مرتفعة سجل حوالي 38 درجة على الجزائر العاصمة حتى على عنابا سكيكدا ومنطقة قلمة 36 درجة على وهران مستغانم واتنس 28 درجة على البيض عاما مشرية 35 درجة على منطقة معسكر 36 درجة على الشلف و37 درجة على منطقة تيزيوزو بالنسبة للمناطق الجنوبية للوطن تتراوح درجات الحرارة ظاهرة اليوم ما بين 28 و38 درجة حالة التقس ليلة اليوم الأجواء تبقى دائما صافية لكن حر نسبيا هذا على معظم المدن الشمالية للوطن مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة بالمرتفعات الداخلية بالجنوب الأجواء ستكون دائما غائمة جزئيا على السورة والجنوب الغربي مع بعض الأمطار المتفرقة تبقى تشهدها منطقة تيندوف بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة ليلة اليوم ستتراوح ما بين 13 و20 درجة على كل الشمال الجزائري وما بين 14 و22 درجة بالجنوب الكبير أما عن حالة البحر لنهار اليوم البحر بإذن الله سيكون جميل إلى قليل الإطراب نوعا ما هذا على كل السواحل الغربية الوسطى حتى بالسواحل الشرقية مع رياح ما تتعدى سرعتها 30 كم في الساعة هذا وسنشهد تراجع تفيف في درجات الحرارة القصوى مجيدة بدءا من يوم غد على معظم المناطق الوسطى حتى بالمناطق الشرقية لكن المناطق الغربية تبقى دائما درجات الحرارة مرتفعة نوعا ما شكرا لك نوال وأكيد التغير في حالة التقس من موجة حر إلى انخفاض في درجات الحرارة قلوا للمواطنين أخذت الحيطة والحضار لأنه ممكن تكون هناك نزلة برد إلى غير ذلك شكرا لك نوال على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بالوضعية الجوية المرتقبة حول الله تعالى